طيب خلينا نقسمهم فئات عمرية عشان نعرف ازاي نتعامل معاهم لو قلنا مثلا المراهقين ازاي يكون في صداقة حقيقية ما بين الأب والأم وولادهم في سن المراهق ده أصعب سن ليه بقى أصعب سن مش عشان هو في حد ذاته صعب يعني علشان هو لو أنا ما بنيتش التواصل أصلا وهم صغيرين يعني مثلا تعود تضرب عقب كتير أهدد أكتر ما أنا أتكلم لما بيجوا في سن المراهقة بيبقى عندهم صعوبة في ان هما يتواصلوا إن هما يسمعوا المراهقين إن المراهقين عندهم دلوقتي مشاعر متلغبطة يعني مرة يبقوا مرة تلاقي لو عندكم مراهق مرة هتلاقيه حزين جدا ومرة تلاقيه فرحان ومقبل على الحياة مشاعره رايحة جاية فالأهل بيبقوا قفين هنا متلغبطين مش عارفين يعملوا إيه طب هاعمل أنا إيه هو دلوقتي مرة حزين ومرة فرحان هاعمل إيه هو عايز يوعد عناته طول الوقت فهو أتواصل زي مع المراهق إن أنا أدي له وقت مخصوص أسمعه لازم يعني أنا لو عندي مراهق ما ينفعش يعدي يوم ما عودش معي ابني واسمعه واشوف أو بنتي أشوف بتفكر إزاي إلي وصل لها من الميزيا بس ما يتكلموش قوي يعني علشان ما تعودوش لكن لو تعودوه هتكلم طب لو ما تعودوش وعايز أفتح حوار أدي له الأمان أدي له الأمان إزاي إن لما يجرب مرة يفتح معي حوار ما عودش بقى أدي له مواعز أدي له فرصة أسمعه يعني الواعز واللوم منقاص أنتوا جيل مش عارف إيه أنت هتودين أفداهية إن شكلك دماغك أصلا شطحة في حتة بعيد أنا أول ما أقول جمل زي كده خلص هو هيعلم علي قول ماما أو بابا ده مش هتكلمتين ده بتاع النصيح سيحسبك منه فكك منه زي بلغة الجيل ده فكك منه بس بكلام حضرتك ينطبق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دلله سبع وقدبه سبع وصاحبه سبع ثم مطلعه العنان يعني كده نتكلم في 21 سنة أنت عملت كل حاجة وفي الآخر سيبه خلاص بقى ما أنت أسست ما أنت عملت القواعد هو صاحبه دي من أصعب الحاجات الأهل بيبقوا خايفين من صاحبه دي لألا المراهق ياخد علي هبت الضيعة ما بقاش أبا وأمهم سيطرين فبقوا مش عارفين يعملوا المعادلة يوازنوا بين الصداقة والاحترام لأن خايفين طب ما لا أصاحبه طب ما ممكن يقول لي لفظ كده ولا ممكن ما يسمعش كلامي بعد كده لكن لا أنا ممكن أصاحب ولادي أنا عندي ابني 16 وبنتي 11 في الابنين في المراهقة أوازن بين الصداقة أن أنا أسمع ابني وفي نفس الوقت أعمل حدود للاحترام يعني لو هو مثلا فكر يتكلم معي بطريقة مثلا مش كويس لا يعني أنا بحبك وأنت حبيبي وصاحبي وفي نفس الوقت في حدود في الحوار مع ماما أو أي إنسان يعني بعلمه المبادئ عموما فما نخليش بس خفنا من الحتة دي يمنعنا نحنا نتكلم وندي أوردرز أو ندي أوامر أكتر ما أنا أفتحه طيب أستاذ أعمل حريك قلتي عندك أولاد في سن المراهقة لو جي حد منهم قال لك حاجة بعيدة عنك تماما بعيدة عن تفكيرك عن معتقداتك عن أي حاجة أنت بتؤمنيني بيها حاجة مختلفة تماما بتصرفي إزاي حصل يعني حصل طبعا كتير أفكار أنا بتخض منها بسوا أنا عودت نفسي ما بينش أن أنا مخدودة يعني ما بينش أن أنا إنت زي بتقول كده يعني مبقاش رد فعلي إلى أول كده لكن أناقش طب أنت مثلا عايز تعمل حاجة دي ليه هتوصلك لإيه طب أنت شايف أني طب فكر أنت عارف أنت دروقتي في مرحلة أنت فيها أصلا متلغبط يعني قراراتك مش أكيد أن هي متوازنة 100% فإيه رأيك تفكر على المدى البعيد لو أنت خدت القرار ده هيأثر عليك إزاي باخد ودي عارفة رد فعلي الأم لما بتتخضش وتبين أن هي عادي وهي تبقى مجواة مخدوضة أنا بجوابة بقى مرعوبة في نوع من الأسئلة كده عن مثلا إيه بنتكلم عن الدين مثلا عن أي حاجة معتقد يعني حاجة فهم تخد أنت أنا في الحقيقة بتصعبوا علي يعني أنا بشوف صحابي بيعود يتكلموا عن حاجات بيصعبوا علي موضوع صعب حتى لو إحنا متكلم عن حاجة معتقد ديني وإحنا خايفين من المعتقد الديني برضو لا يمكن هخليه كمراهق يقتنع بحاجة دينية صح غير لما أصحبه وأحوره لكن أقول لك إيه هو كده يعني هتفلت مننا إنت زي بلغة السعيد إنت عيارك هيفلت مننا لا 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 الكلام ده مش هينفع لأن هم بيعملوا سيرش ويدوروا أنا نحتاجي عندي حجة قوية مش لا هو كده ويعني كده أول ما الأهل بيقوله هو كده ويعني كده معنى أنه ما عندهمش أصلا قدرة يقنوا على المراحق جميل جدا ده في سن ممكن نقنعه